السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا سابع سنتحدث عن درس الأعداد وهو كيفية كتابة العدد بالحروف وليس بالأرقام لننظر إلى الأمثلة الموجودة أمامنا وهي أمثلات الكتاب اشتريت علبة واحدة لحفظ الأقلام شارك معلمان اثناني في الورشة التدريبية نلاحظ أن العدد واحدة والعدد اثناني كتبا بالأحرف طيب ما هي الطريقة الصحيحة أو القاعدة التي سنعتمدها في كتابة هذه الأرقام وهي واحد واثنان القاعدة تقول أن العددان واحد واثنان يطابق العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث إذن اعتمادنا على المعدود اشتريت علبة أين المعدود؟ المعدود علبة هل علبة مذكر أم مؤنث؟ علبة مؤنث لأننا نقول هذه علبة إذن هي اسم مؤنث بالتالي العدد الذي سيلحقها سيكون مؤنث مثلها تماما إذن نقول علبة واحدة ولا يجوز أن نقول علبة واحدة إذن في العدد واحد يطابق العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث فإذا كان المعدود مؤنث جاء العدد مؤنث وإذا كان نقول قرأت كتابا هل يجوز أن نقول كتابا واحدا أم كتابا واحدة؟ نقول كتابا واحدا لأن كتابا مذكر فبالتالي يكون العدد مذكر وهكذا على جميع الأمثلة أما في العدد اثنان فهو نفس قاعدة العدد واحد أي أنه يطابق العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث شارك معلماني اثنان ننظر إلى المعدود وهو معلمان لو نظرنا إلى كلمة معلماني التي مفردها معلم إذن هي مذكر لأننا نقول هذا معلم بالتالي العدد سيكون مذكر لأن القاعدة تقول أن العدد يطابق المعدود من حيث التذكير والتأنيث في العدداني واحد واثنان إذن شارك معلماني اثناني ليش حطت اثناني؟ لأنه المعدود مذكر هون حطينا واحدة لأن المعدود مؤنث طبعا بذكر وبأنث بالتاء المربوطة واحدا مذكر واحدة مؤنث اثنان مذكر اثنتاني مؤنث إذن قاعدة العدد واحد واثنان يوافق العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث مفتاح الحل هو المعدود أنظر إلى المعدود إذا كان مذكر فإن العدد مذكر إذا كان مؤنث فإن العدد مؤنث أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة فهي لها قاعدة مختلفة فالقاعدة تقول يخالف العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث بكل بساطة بنظر إلى المعدود إذا كان المعدود مذكر يكون العدد مؤنث وإذا كان المعدود مؤنث يكون العدد مذكر أي عكس بعضهما رتب المعلم ثلاثة زيارات إلى مصنع الأدوية اشترك خمسة طلاب في مسابقة أوائل المطالعين قرأت عشرة قصص عن الإختراعات من لاحظ الأعداد ثلاثة خمسة عشرة العدد ثلاثة هنا جاء مذكر لإجتاء مذكر لأن المعدود زيارات مؤنث مفردها زيارة نقول هذه زيارة إذن يخالف العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث ويعرب المعدود دائما مضاف إليه مجرور إذا رتب فعل ماضي المبني على الفتح المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ثلاثة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وهو مضاف وزيارات مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر اشترك خمسة طلاب خمسة جاء العدد هنا مؤنث لأن المعدود طلاب مذكر مفردها طالب نقول هذا طالب تحكي لنا أنه يخالف العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث اشترك فعل ماضي مبني على الفتح الظاهرة على آخره خمسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف وطلاب مضاف إلى مجرور وعلامة جره تنوين الكسر اذن خمسة جاءت مؤنثة لأن المعدود مذكر قرأت قرأت عشر قصص عن الاختراعات قرأت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتأ المتحركة التأ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل عشر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف وقصص مضاف إلى المشهور وعلامة جره تنوين الكسر لا يجوز أن أقول عشرة بالتائل مربوطة لماذا؟ لأن المعدود قصص مؤنث نقول هذه قصة مفردها قصة فنقول هذه قصة إذن قصص مؤنث بالتالي العدد سيكون مذكر لأن القاعدة تقول الأعداد من ثلاثة إلى عشرة يخالف العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث وما ننسى أن المعدود يعرب دائما مضاف إلى المشهور ننتقل الآن إلى تدريبات الكتاب عين العدد والمعدود في الجمل الآتية في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة صدق الله العظيم من لاحظ أن العدد واحدة والمعدود نفخة إذن نفخة مؤنث جاء العدد مؤنث سجلت في الندوة ثلاث ملحوظات للنقاش ثلاث هي العدد ملحوظات المعدود ثلاث جاءت مذكر لأن المعدود ملحوظة مؤنث علقت طلبة أربعة قصائد في يوم الاستقلال أربعة هو العدد مذكر قصائد المعدود مؤنث لأن مفردها قصيدة مؤنث حللت الأسئلة وبقي سؤالان اثناني المعدود سؤالاني العدد اثناني هذا سؤال إذن مذكر والعدد جاء مذكر لأن القاعدة تقول في العددين واحد واثنان يطابق العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيف صنفت اللوحات الفنية خمسة مجموعات خمسة هي العدد مذكر مجموعات المعدود مؤنث لأن مفردها مجموعة لازم أرجع الكلمة لمفردها عشان أتعرف عليها إذا كانت مؤنث أم مذكر حصلت المدرسة على ميداليتين اثنتين في مسابقة تجميع الروبورت ميداليتين ميداليتين هو المعدود واثنتين العدد ميداليتين مفردها ميدالية مؤنث واثنتين المعدود مؤنث أول الرقم المقابل لكل جملة إلى حروف وملأ به الفراغ هذا السؤال مهم جدا وهو عادة يكون سؤال الامتحان أن نحول الرقم من عدد إلى حروف أشرف على تنفيذ الخطة التنموية وزراء ووزيرات العدد الثلاث بدي أحوله لكتابة بالحروف أنظر إلى المعدود وزراء ما مفرد وزراء وزير إذا مذكر القاعدة تقول من ثلاثة إلى عشرة يخالف العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث إذن بأنث العدد بحكي ثلاثة ليش إجد ثلاثة؟ لأنها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمنة وثلاثة وزيرات وزيرات هي المعدود مفردها وزيرة إذن يخالف العدد المعدود إذن يكون العدد مذكر والمعدود مؤنث أصلح فالني الصيانة جهازا ومدفأة العدد واحد جهازا هل هو مذكر أم مؤنث؟ مذكر إذن العدد يكون مذكر جهازا واحدا مدفأة هل هي مذكر أو مؤنث؟ مؤنث إذن مدفأة واحدة لا يجوز أن أقول مدفأة واحدة لماذا؟ لأن القاعدة تقول يوافق العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث في العددين واحد واثنان ومدفأة جاءت مؤنث إذن العدد مؤنث نظم معرض الوسائل التعليمية العدد سبعة بدي أحطه في الفراغ هذا وفي الفراغ هذا مشرفين ومشرفات مشبعته مشرفات مفردها مشرفة مؤنث إذن المعدود سيكون مذكر سبعه التدريب الثالث املأ الفراغ فيما يأتي بما يناسب مما بين القوسين أعوام سنوات تسعين تسعة عامين سنتين عاما سنة الفرق بين عام وسنة عام مذكر وسنة مؤنث عمر أخي الآن خمسه نقول سنوات أم أعوام خلينا نشوف خمسه اللي هو العدد العدد جاء مذكر إذن المعدود سيكون مؤنث فنقول خمس سنوات احتاجة وسهيرة لإنشاء مصنع المحركات إلى الرقم تسعة من أن نحكي تسعة ولا تسعي المعدود أعوامل وأعوامل مذكر إذن تسعة لأنه يخالف العدد المعدود فطمت الأم طفلها حين بلغ اثنين نقول عاميني أم سنتين عاميني لأن المعدود مذكر ويوافق العدد المعدود استغرق بناء المنزل واحدة نقول عاما أم سنتين واحدة مؤنث إذن نستخدم عدد مؤنث فنقول سنة تمم الجمل الآتية بعدد أو معدود مناسب في كف الإنسان أصابع أصابع مفردها إصبع إذن هو مذكر فبالتالي يكون المعدود مؤنث نقول خمسة أصابع بلغ عدد المدعوين لتناول غداء سبعة بما أنه سبعة مؤنث إذن يكون المعدود مذكر فنقول أشخاص وهو طبعا بالتنوين الكسر لأنه مضاف إليه مجرور وعلامة جره لتنوين الكسر ما قرأت من الكتاب إلا عشرة العدد مذكر إذن بدي أحط معدود مؤنث نقول عشرة ورقات أو عشرة صفحات في وجه الإنسان عيناني عيناني المعدود مؤنث نقول هذه عين إذن العدد سيكون مؤنث إثنتاني وأنف المعدود مذكر إذن العدد مذكر واحد التدريب الخامس والأخير اضبط آخر ما تحته خط في الجمل الآتية بالحركة المناسبة سمع عادل أغنية واحدة تنوين فتح لأنه واحدة هي نعت إلى أغنية إذن تتبعها في الحركة في مشغل التربية المهنية عشرة أجهزة ليس حط التنوين كسر لأنه حكينا المعدود من ثلاثة إلى عشرة يكون مضاف إليه مجرور أنشئ في القرية مصنع واحد وضعت تنوين أنشئ في القرية مصنع واحد وضعت تنوين الضم لأنه واحد هي صفة لمصنعه وبالتالي تتبع حركتها ترجمة نانسي قنقر